من عمان ينضم إلينا وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة مرحبا بك شكرا لوجودك معنا السؤال الآن إذ ما تحدثنا عن هذه العملية اليوم كيف تضرب الأردن والفلسطينيين خاصة وأن هذا المعبر هو المعبر الوحيد الذي يؤدي إلى الضفة الغربية والذي يعمل على إدخال وإخراج الفلسطينيين وإدخال المساعدات حتى الإنسانية اليوم التي تذهب إلى اقتع غزة أولا مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للمشاهدينك الكرام الحقيقة هي القصة يجب أن ينظر إليها بالسياق الكامل للأحداث وليس في سياق منفرد يعني لا يمكن أنه عزل هذا الحادث الذي جرى اليوم لوحده ومناقشت أبعاده ومناقشت تأثيراته لوحده حقيقة اليوم له تأثيرات مباشرة حدثت بعد العملية وهي إغلاق إسرائيل للمعبر ومنع دخول المساعدات والإجراءات الأمنية التي تمت وتتم وربما تتم هناك إجراءات أخرى إلى الأيام القادمة صحيح لكن السياق الأكبر للموضوع أننا أمام قصة مرتبطة بالقضية الفلسطينية مرتبطة بالتوتر بالإقليم مرتبطة بتصاعد العنف والعدوان الموجود في هذه المنطقة والأردن دائما كان يحذر منه أن تصعيد العدوان سيؤدي بالمنطقة إلى كارثة إلى دمار إلى توسيع إطار الصراع بالإقليم هذا الأمر الأخطر بتقديري أما إذا كنا الحديث عن تأثيرات مباشرة صحيح أغلق المعبر من الطرف الإسرائيلي ولكن هناك من يقول أستاذ سميح هناك من يقول بأن إسرائيل كانت تنتظر مثل هكذا عمليات حتى تغلق الحدود نشوف إسرائيل إذا بدنا نأخذ أن إسرائيل ماذا تنتظر إسرائيل أحيانا لا تنتظر أحد الذي تفعله في فلسطين من 75 عام بالقضية الفلسطينية الاحتلال الذي يتم دائما من عشرات السنين القتل الذي يجري بالضفة الغربية والذي يحذر منه الأردن دائما من تصعيد من تطفيش للفلسطينيين من أماكنهم محاولة زراعة فكر التهجير من الضفة الغربية للأردن من غزة إلى مصر الاستفزازات في القدس الاعتداءات على المقدسات هي إسرائيل لا تنتظر أحد في هذا الموضوع لكن عندما نحكي عن قضية عمرها عشرات السنين بالتأكيد فيها تفاصيل كثيرة بعضها تستفيد منه إسرائيل وبعضها تصنع إسرائيل وبعضها لكن المحصلة أننا أمام قضية شعب لم ينصف من العالم وإسرائيل لا تريد بين قوسين سلام على مقاييسها وتريد حل المشكلة الإسرائيلية ولا تريد حل المشكلة القضية الفلسطينية هي تريد تتحدث للعالم شوف حضرتك بغزة يدوروا على حدا يدخل يحكم غزة ينادوا دول عربية ينادوا دول تعالوا يحكموا غزة حتى يحلوا مشكلة إسرائيل وبالتالي الدول بترفض مثلا منها الأردن اللي أعلن كثيرا أنه لن يدخل جيش أردني وقوات أردنية إلى غزة لتكون في مواجهة أهل غزة إذا أرادوا العمل أو العمل ضد الاحتلال فإسرائيل تريد العالم أن يساعدها على الاحتلال تريد العالم أن يساعدها على السياسات العدوانية لكن دائما الحكي وترى إسرائيل في مثل هكذا عمليات أنها تساعدها على الاحتلال أيضا هسا نحن بسياق لا يمكن أن نأخذ حالة منفصلة ونجعلها هي لب القضية وندين نحن لا بدنا نذهب لنا الدين اليوم لما فلسطيني أنا لم أقول لك دين العملية أنا طرحت عليك فقط لا لا مش أنا تفضل لما يقوم فلسطيني بأي عملية مقاومة في الضفة الغربية أو في غزة عمليا هو المسؤول ولا أنه في احتلال عمليا هو الذي لا يعطي حقه العرب الفلسطينيين المسلمين في القمم الإسلامية قبلوا بالمبادرة العربية إسرائيل لا تعطي شيء أفشلت أسلو أفشلت كل الاتفاقيات الموجودة تدير ظاهرها للفلسطينيين للعرب حتى إحنا الدول التي ترتبط بمعاهدات مصر والأردن الأكثر تضررة من سياسات إسرائيل بالفترة العدوان على غزة بقصة التهجير تهجير تهجير يعني أنا بتحكي تهجير طيب أستاذ سميح في هذا للأمد القوم المصري كيف نأخذ الإشادة المستعجلة التي جاءت من قبل حماس والجهاد لهذه العملية في أي سياق يمكن أن نضحها سياق أنهم داخلين بالتحام ومواجهات مع إسرائيل في غزة فأي صوت أي عمل بيكون في سياق بيخدمهم أو بيساندهم بيساندهم في هذا الموضوع هم بيرحبوا فيه هذا في السياق هذا لكن ليس في سياقات أخرى بأعتقد في الموضوع يعني اليوم أي عمل بيصير حماس أشادت بعمليات للحوتيين وعمليات لحزب الله يعني أي صوت محة أي صوت تأتكد ولكن نشاط حماس والإخوان في الأردن يعني والتذكير أيضا بالتظاهرات التي حاول القيم بها أجنذة إيران داخل إيران يعني مسألة حماس والأردن هي مسألة حساسة وثقيلة سميح صحيح صحيح هذا لما نتحدث على الصحة الأردنية لكن لما نتحدث لما نتحدث على الصحة الأردنية نحن بالأردن أولوياتنا أمن الأردن واستقراره وعدم العباد فيه لكن لما يكون الأحداث على أرض فلسطين بالتأكيد حضرتك تشوف الموقف الأردني الرسمي والشعبي من 17 لليوم موقف مساند للفلسطينيين بالمقاومة ومنحكي عن فلسطينيين نحن لما نتحدث بالأردن لا نقول حماس وفتح نقول قضية فلسطينية ونقول احتلال ونقول حقوق فلسطينيين ونقول بالمناسبة هذه الشاحنات اللي اليوم رجعت الخمسمائة شاحنة تقريبا أو بعض أحد مراسلينكم بزميننا عمار لما كان يحكي كان يحكي عن خمسمائة شاحنة هذه جزء من المساندة الأردنية لغزة التي تعبر من الضفة الغربية إلى معبر كرم أبو سالم إلى غزة فعمليا هذا الجزء من المساندة نحن في الأردن كل ما يجري على أرض فلسطين نحن نسانده نسانده كاملة بالقضية الأمن الأردنية لا الأردن أولا دائما بكل المعايير لكن لما نحكي عن احتلال ونحكي عن ما يجري فلسطين ومن قتل ومن تشريد نحن نحازين بالكامل بالتأكيد للحق الفلسطيني وضد الاحتلال الإسرائيلي طيب مسألة أيضا محاولات استخدام إيران وجماعة الإخوان للأراضي الأردنية ومحاولة الزج بها يعني في مسألة الحرب المساندة شوف هذه أفصلها عن ما جرى اليوم هذه مفصول نحكي كأنها بموضوع آخر عمليا ليست مرتبطة بحادثة اليوم ولا بما يجري فلسطين مرة ثانية هو القاعدة الأردنية واضحة واللي كان يحكي فيها أن الأردن لن يسمح أن تكون أرضه ولا سماءه ساحة للمواجهة بين أي أطراف في المنطقة لصراعات النفوذ في المنطقة هذه المفهومة والأردن لا يسمح لأرضه أن تكون عمل لأي تنظيمات أو لأي دول في هذا الموضوع لا خلاف على هذا يعني هذه قصة محسومة أردنيا الأردن مش ساحة مواجهة بين الدول سماءه مش ساحة مواجهة بين الدول وهذه رسالة أبلغت للإيرانيين وأبلغت للإسرائيليين أيضا حتى يكون العماء الشيء متوازن بالقصة وبفهم الأمور والأردن لن يسمح لأي تنظيم بأن يعمل على أرضه دون إدنه وما يمس أمله واستقراره لكن زي ما حكيت لحضرتك نحن نفصل بين قصص الأمن الأردني وسياد الأردني على الأرض وبين ما يجري في فلسطين وبين القضية الفلسطينية وبين السياسة الإسرائيلية العدوانية بحق الفلسطينيين على التراب الوطني الفلسطيني من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات